اشتركوا في القناة اذا اصدقائي سأشرح حالة يجب ان تكون على علم بها كما ترون اصدقائي من هي الانثى ومن هو الظكر في هذه الحالة الانثى هي التي في المقدمة على المجثم والذكر هو الذي في العش اذا متى تحدث هذه الحالة وكيف هنا لما تقوم انت عزيزي المشاهد باتخاذ ذكر جاهز مئة بالمئة على انثى يا اما صغيرة في السن يا اما غير جاهزة ولا تكون مثلا خلوية خوافة ما زال موالفتش المهم هنا وش يدير الظكر يستعمل اخر جوكار عنده يعني من بعد اللي لاحق الانثى ويحب التزوج معها وما تبغيش ترفض ومن بعد التغاريد اللي يغردها الانثى هذه يستعمل اخر محاولة عنده وهي بناء العش يعني الظكر هو اللي يروح يبني العش لانه ذكر جاهز مئة بالمئة وحاب يستبيث حاب يكون عائلة يعني ماذا بها ذكر هذا يشوف البيض ويشوف الفراخ انتاعه هنا وش يدير كي ترفض الانثى التزوج يستعمل كما قلنا اخر جوكار عنده يعني اخر محاولة يروح هو اللي يبني العش كما راكم تشوفه كاين البعض اللي مايراقب شطو يرتعه ودير انثى صغيرة في السن ولا انثى خلوية ولا ويلقى العش مبني ديرها مع ذكر جاهز مئة بالمئة ويلقى العش مبني وممكن يقول هو بلك الانثى هذي رايبنات العش وصيراني الموسم هذا ضمنته وكلش لا او الذكر قادر يبني لك العش او الطيح في ذكر هي اللي تبني العش وتبات بالعش يعني لازم الى كانت عندك انثى مكش متأكد انها جاهزة ولو تشوف العش مبني زيد راقب ممكن الذكر هو اللي يبني العش باش ما تفرحش بالزاب صحة هذا الحكاية هذي والظاهرة هذي مليحة ولا ميش مليحة اذا هنا يا رقب في الطريق الصحيحة ان شاء الله بما انه الحق الذكر وبناء العش سيحرض الانثى على التزاوج يعني تطول ولا تكسر راح تتزاوج ان شاء الله ما تزعش الطيور تاعك راقب ملبعيد قدم لهم الاكل بتاعهم واش يحتاجوا والسلام عليكم يعني نقولك يتكون عندك انثى صغيرة ولا انثى خلوية ميش موالفة انثى ميش جاهزة ودخلتها مع باكر جاهز هيصرا لك الامور هذي ان شاء الله بشرة انته خير هنا راقب ملبعيد فقط مكلا تزعش الطيور انتاعك وان شاء الله راح تكون فيها انتاج اه المهم اصدقائي راني شرحت لكم المهم ما تساوش ما تساوش وشكرا